نروح لزاملنا فاروق صلاح مع طبيب الفريق الدكتور أكرم محمد عشان نتعرف منه على الإصابات ومعاد عودة اللاعبين اتفضل فاروق من جديد عجادة تحية بالكابتن عيسم السعيد وضيوفه الكرام وكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادل آلي في كل مكان جندي من الجنود المجولة في النادل آلي دكتور أكرم محمد طبيب فريق النادل آلي وخصة لعيج الطبيعي دكتور أكرم يعني الشاغل الأكبر لكل جميع النادل آلي كابتن عيسم، كابتن قيدار، كابتن خالد مصطفى الجميع عايزة تطمن طمن على حالة المصابين في النادل آلي وبعدين نتكلم بقى على موعد عودة المصابين أول حاجة بمسي على كابتن عيسم السعيد وضيوفه الكرام إحنا الإصابات عندنا متنوعة إحنا عندنا تيم ووركي، الدكتور محمد جاد ودكتور عيسم ودكتور أكرم اللي هو أنا الإصابات اللي عندنا الأساسية الوقت حالياً هو كابتن طبعاً مروان سرحان عنده كسر في سبعين فمحتاجها تقريباً من ست أسابيع لثمن أسابيع عشان يقدر ينزل تاني في الملعب عندنا برضو إصابة مهمة جداً كابتن إيهاب أمين كابتن إيهاب أمين عنده مشكلة إنه بعد العملية الزايدة ففيه مشاكل الشخصية فلما ينفعش ينزل بسرعة إحنا مش مستعجيل عليه عشان خاطر ما يحصلوش إصابات وضعفة بعد أنه ينزل بسرعة وإن شاء الله يبقى في خلال أسبوع أو أسبوعين يكون ينزل إن شاء الله الملعب عندنا كابتن أحمد حمدي عنده سبريل أنكر خفيف الحالية النهاردة كان عندنا كابتن أبو النصر كان عنده إصابة في الأكيلس خفيفة فعرفنا تفادها ومشاء الله يعني أبدع في المطش وإحنا هنا هو بنحاول بقدر إمكان نتلافى الإصابات في الفترة دي لأن دي المشكلة اللي بتقابلنا كل مرة في كل موسم إن هي في آخر الفترة النهائية لقى عندنا كمية إصابات كبيرة فالمدرب يبقى عنده مشكلة في اختيار اللاعبين دكتور أكرم حدك تتركت النقطة في غاية الأهمية أعتقد يعني هيوصار عليها الكلام من السوداء التحليلي نقطة تلاف الإصابات وده أمر مهم جدا إيه الأمور اللي بتشتغلوا عليها في النادي آلي اللي هي تلاف الإصابات يعني أعرف على حسب معلوماتي مادة التربية الأمنة اللي هي الـ Safety Education عشان اللاعب يختار يعني أثناء السقوط الزاوية المعينة لتلاف الإصابة دي جزء من الأمور اللي انتو شغالين عليها بالزبط كده وطبعا بنتلاف الإصابات بكذا طرق في طرق الأوانية زي ما حدك قلت لها Education وفي جزء تاني اللي هو الـ Recovery الـ Recovery عندنا أهم جدا عشان خاطر للحفاظ على العضلات والأربطة من عدم المزقى والإصابات الكلامية من النقوة التاني برضو إن احنا بنحط دايما فترة إسماء العلاج المائي بنتفق مع اللاعب في الفترات معين ينزل حمام السباحة يعمل تأهيل معين بحيث تحفظ على نفسه إحنا عندنا مثلا كابتن سيف اللي هو من طنطة عنده مشكلة في ظهره فإحنا مثلا ما نزلناهوش النهاردة لأننا بنعمله فترة تأهيل وهي دي الفترة المهمة جدا في التأهيل إن احنا بنحافظ على اللاعب بقدر الإمكان بحيث أن ينزل تاني من تكررش الإصابة أو تجيله المرة تانية عندنا مبارات في غاية الصعوبة أقرب اللاعبين اللي هيكون موجود إن شاء الله مع الفريق خلال الفترة القادمة وأكيد الجماعير عايزة يعني تطمن وتقول إهاب أمين بالزبط يبقى موجود إمتى هو إحدى مال كبير ممكن ينحو ماتش الزمالك ويادع يعني إحنا بنسعع فيه لحد دلوقتي بس ده مش أكيد برضو إحنا عندنا الأولوية إن اللاعب نحافظ عليه بقدر إمكاني لأنه بعد فترة الإقاف هنرجع جدول مزحوم جدا بين مبارات الكاس والدوري ودي الفترة اللي إحنا بنتكلم عليها دي الفترة الأهم إحنا للوقتي حاليا هو كابتن إهاب أمين اللي بنحاول نضغط في الموضوع بحيث أنه ينزل في ماتش الزمالك بعض الأمور المكسفة بيتم يعني بنشتغل عليها في الفترة الحالية مع إهاب أمين طمالين رياضية معينة وبنعمل بالتأهيل اللي هو لسه فكر الغرز من يومين البعد كده هنحاول ننزله في الماء بسرعة بدري ونحاول بكمان نأهله العضلات البطن عشان ما يجريوش بحاجة اسمها فاتئة رياضي والحاجات دي كلها بتعاون مع الجهاز الطب المنجود إن شاء الله هنحاول بقدر نضغط عليه بحيث أن ننزل في ماتش الزمالك شكرا دكتور أكرم ونتمنى السلام لكل لعبة النادر أهلي شكرا جزيلا أنا سعيد جدا بحضور الفقرات الأهلي سلامة طبعا لإبراهيم محمود إبراهيم ونتمنى لكل السلامة لكل اللعبين من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسام السعيد سامنة العزيز فروس صلاح بشكرك شكرا جزيلا ولقاء كان مهم مع الدكتور أكرم محمد طبيبي الفريق وألف مليون سلامة على إبراهيم محمود لعب أو محمود إبراهيم لعب فريق سبورتينج نتمنى له كل الشفاء إن شاء الله